اشتركوا في القناة فالفاصل واحد جاء يأخذني ومزدني شد وضرب ده الفراش اللي ضربت؟ اي ده بعد موقعت؟ اي فواحدنا عند المدير فالمدير عيدني ما يطلحش ومنحتي يجيب من الساعة تسعة ونص لحد الساعة تراشر مرمي على الارض مرمي على الارض ازاي؟ حاطينك على تحتها؟ على البلاط انت كنت تعبان؟ اي كنت تعبان ايه اللي كان بيوجعك؟ بطنك بطنك؟ طب انت قلت له ان بطنك بتوجعك؟ اي عيتي تستاهل تستاهل؟ يعني ما طلبت لكش اسعاف ولا اي حاجة من ديت؟ لا كنت عزر زجار اكتر من كده طب مفيش زائرة صحية عندكم؟ لا مفيش؟ يعني سابتك مرمي على البلاط اي اي وحضا بدني ويداك على دماغا طب بعدها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصلت لك ايه اللي حصلت لك وحصلت لك ايه كنت معده من الشارع المدرسة كنت معده من الشارع جاني واحد اسمه السيباي السويسي قال لي بنختك وايح روح شوشه وطلوه وايح فين؟ قال لي وايح في المدرسة وورا البوابرة مين وورا البوابرة أخذت بعدي ورحت أشوفه وبحث بخطة بسيطة بحث أولاد وايح على رجله ورحت لقيته بتقلم جامد رجعت أخذت مفتاح العربية ورحت أخذت ورحت المستشفى عام مستشفى رشيد العام دخلت أخذت تذكرة لايقل عن ساة ونص عشان أخذت على تذكرة كنت بحثة بالخطة في عضم أو كده أخذت تذكرة عظام عملت إشاعة على الصدر قالوا لي الإشاعة ما فيهش أي حاجة وطلوه تب الواد بيتهلب باطمة قال لي تب تعرض على دكتور جراح جراحة بطن ما لقيتش حد في المستشفى ما كانش فيه ولا دكتور في المستشفى لا ما كانش فيه دكتور ممكن يكون كان فيه بس أنا دورت كتير ما لقيتش فيه حد موجود طب ما طلعتش للمدير ولا حاجة؟ لا ما طلعتش للمدير لأن أنا عارف أن فيها إهمال شديد عارف أن برضه ممكن أفضل شمال يمين والوضع يضع من قدامه تمام لأن كان في حالة ميوس منها أخذت وطلعت على قولت أخذ كشف باره وقيت مستشفى باشا التخصصي طلبوا مني إشاعة صناب دار الإشاعة عملتها وأخذت بعدي وقلت أروح الأشرف عندي أي دكتور طلعنا وعملنا له العملية وطلعنا العملية فيها استقصال للتحار من المشكلة ومن يومه بيعاني في نفس المشكلة موسيقى اشتركوا في القناة